بعد أن هيمنت الأجهزة الحديثة على حياة الشباب وأخذت الكثير من وقتهم وخصوصا في جانب الألعاب الإلكترونية خرجت لنا شابة بحرينية بكتاب يتناول مجموعة من الألعاب الحركية هذه الألعاب تلعب دورا كبيرا بزيادة نسبة التركيز لدى الشباب وتنمي مهاراتهم القيادية بداخلهم بين ضجيج الألعاب الإلكترونية وصمت الجيل الحالي في حياته اليومية بسبب تعلق عقولهم وعيونهم بأجهزتهم الذكية خرجت لنا منال المتروك بكتاب شنطة الألعاب حيث قامت بكتابة فصوله بأسلوب مبتكر فطرحت من خلاله خمسين لعبة جماعية يتم صنعها من مواد بسيطة تعزز القدرات والمهارات الأساسية على الابتكار وتجمع بين الترفيه والتعليم وتتناسب مع جميع الأعمار طبعا كتاب شنطة الألعاب هو كتاب ترفيهي تعليمي يحتوي على أكثر من خمسين لعبة جماعية ومعززة بسبعة عشر قدرة ومهارة أساسية وممكن أي شخص في أي عمر يقدر يلعب هذا الكتاب لأنه ممكن نتخلقين لعبة متكاملة مصنوعة من مواد سهلة ومبتكرة طبعا فكرة الكتاب بشكل عام هو مركزة على جميع الفئات وأنا طبعا شخصيا حاب أننا نركز على فئة الشباب باعتبار أن فئة الشباب هي واحدة من الفئات المهمة جدا اللي ممكن إن شاء الله مستقبلنا رح نصنع منهم قادة وهذا بالفعل الفكرة الموجهة خصوصا بعد انتشار الألعاب الإلكترونية اللي ممكن قد تسبب الكثير من اللي هو الأمراض طبعا حتى الإنزال بالنسبة لشباب ما رح تبرز المهارات الأساسية المطلوبة منهم كقادة هذا الكتاب سجل على صفحاته مجموعة من الألعاب المبتكرة تحرك العقل وتساعد على التركيز ليقوم الشباب المتنافسون في اللعبة بتشكيل فريق مختيار القائد ووضع الخطة للفوز في اللعبة لعبنا اليوم ويد ألعاب مختلفة وكانت حدها ممتعة وتعلمنا إنها الألعاب أعتقد كلها كانت عن تركيز وتعلمنا شون نلعب ويا جماعة مبروحنا فتعلمتنا لازم نسوي خطة في البداية ولازم يكون في رئيس عشان نحدد كل خطوة نسويها عشان نقدر نفوز في الألعاب هدف الألعاب كان إن شلون ممكن نشرك القدرات الفردية في لعبة جماعية كانت تحتاج تركيز يعني عالي جدا وكان المفروض يعني من أساسيات هاللعبة أن المفروض تحطون قوانين قبل لا يعني تستمر في اللعبة أو تبتري في اللعبة الألعاب الجماعية لازم كل إنسان أو كل شخص يلعب لازم يكون قد اللعبة اللي هو في قد الدور اللي هو مخذف اللعبة سواء الليدر المساعد لازم أنت تكون قد الدور طبعا أنا تعلمت أن أنمي مهاراتي الشخصية وأكون القائد الناجح لازم أكون متعونة ومتواصلة مع الفريق هذه الألعاب الحركية تنمي بداخلهم التفكير الإبداعي وتنمي مهارات الغيادة لديهم وتحرك أجسادهم لتحفز بذلك عنصر المنافسة والرغبة بالفوز في نفسهم لتدفع بهم تلك الألعاب الجماعية نحو الابتكار والتمايز بعيدا عن شاشات الأجهزة الذكية خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين